أهلا وسهلا وسهلا بكم وهنا نتكلم النهاردة على مشكلة حقيقية هذه المشكلة موجودة حاليا في مصر أهلا مش عارف بصراحة موجودة في الدول العربية أو لا لكن هي موجودة في مصر وبقوة جدا وهي مشكلة الميراس تجد العب أول ما يتوفر يكون فيه أولاد و فيه بنات طبعا الأولاد من يتجوزوا بيبدأوا ياخدوا كل حاجة مشكلة الحقيقة مش في موت الأب لكن في الميراس اللي سابوا الأب تجد العب الأولاد يأخذوا كل حاجة ويستولوا على كل حاجة من المراس ويقولوا كلمتهم المشهورة ان البنات ما بتورس طبعا الكلام دوت مش مع كل الناس الا مع رحمة ربي يعني فيه ناس طبعا عارفة حقوق الناس وبتدهلها لكن الاغلبية او نسبة كبيرة انا قابلتها وشفتها كتير جدا ما بيحبوش يده نصيب البنت ليه بيقولوا اشهر كلمة بتتقال في مصر اديها نصيبها عشان تديه الجزهة دي اشهر جملة بتتقال طيب ليه بنفكر كنه يا جماعة طيب ما هي دلوقتي اختك وانت عندك اولاد وهي عندها اولاد وفي مراسل ابي لسابه ليه كنتوا الاتنين انت ليه انت ولادك يتنعموا في الفلوس ديت ويركبوا ابر وكريم ويجيبوا عربيات والتانية اختك تبقى مش لاقي حتى تركب اوتوبيس وليه ما تفكرش اللي ده حق من حقوق الله وانت كده من ناحية الدين انت كده ما بتطبقش اصلا شارع ربنا يعني لو بصينا من كل زاوية هنلاقي ان هو بيبقى شخص مخطب القطة القوية في الموضوع ان هو بيقولك لأ عشان هتديه لجزهة طيب ليه ما تقولش عشان تحسن من حياتها ليه بنفترض السوق دايما فده برضو ما ينفعش قصة دي يا جماعة منتشرة جدا في مصر وبالأخص في المحافظات بتلاقي فعلا اللي الناس بتبدأ تستولى على كل شيء وما يدوش البنت خالص حقها انا افتكر في ليه صديق مرة من المرات كان بيتكلم ان اخواته بيطلبوه ليهم مراس ما وبيطلبوه بحقهم والله قال نفس الكلمة المشهورة قال لي اديها مراسها عشان تروح تدي الجزهة نفس الجملة اللي بتتقال في كل مكان هو من كتر المناقشة والكلام رجع لصوابه ودى اخته حقها واخته ساعدة ولادها فالناس ليه بتفكر بالطريقة دية انا بصراحة مش عارف ليه بيفكروا بالناحية دية انا مش عارف طيب انتم ما بتفكروا كده هتديها الجزهة طيب ليه ما بيجوا يرتبطوا ويبقى فيه نسب بتقولوا ده النسب زي الاهل فتمنى الناس تراجع نفسها لان النهاردة دوني بكرة اخرى وبعد كده كل واحدة هيتحاسب على كل حاجة النهاردة ممكن تكون انت موجود بكرة مش موجود ولادك هما اللي هيتمتعوا الفلوس ديت وهي مش من حقهم لكن انت لا تتحاسب عليها اتمنى لكم الفيديو عجبكم كان معكم انا محمد في قناة لايت لايب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته